اشتركوا في القناة ونتواصل من لدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى كما شددت صاحبة السمو على أن هذه الرعاية والعناية الملكية الرائدة تستوجب الإشادة والتأكيد على أهميتها وبيان عكاساتها على ما يشهده أداء المرأة البحرينية من نقلة نوعية لابد لنا اليوم أن نحفظ استمرارها ونسعى إلى البناء على ما تحقق لها خصوصا وأن الدور الذي تقوم به المرأة اليوم أصبح إسهاما لا يستهان به ولا يمكن الاستغناء عنه بالنظر إلى طبيعة ما تحققه المرأة وما تقوم به من مسؤوليات متنوعة ومتعددة تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني وهو دور يستمد قوته أيضا من التزام الدولة بكل مؤسساتها بتفعيل مبادئها الدستورية والتي جاءت وبشكل صريح كمبادئ داعمة لشراكة المرأة الحقيقية والمتكافئة كمواطن كامل الأهلية جاء ذلك تفاعلا مع الأفتة جلالته الكريمة باعتبار مناسبة يوم الأرأة البحرينية ضمن أعياج البلاج الوطنية خلال استقباله حفظه الله لسمو رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال وأعضاء الهيئة ووزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين والعملين بالوزارة ورؤساء التحرير حيث رفعت صاحبة السمو الملكي رئيس المجلس العالى للمرأة بالغ الشكر والتقدير والامتنان لمقام جلالته بهذه المناسبة مشيدة أيضا باهتمام الأعلام البحريني بتغطية فعاليات يوم المرأة البحرينية وبصورة تتناسب مع مكانة وأهمية هذا اليوم الذي اعتبره جلالته عيدا وطنيا يجب الاحتفاء به وهي رسالة ملكية متقدمة تعكس ما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة رفيعة ضمن نسيجنا الوطني الجامع ترجمة نانسي قنقر